خليني هنا بس أقول لحضرتك حاجة يا جماعة قبل الفصل إذا افترضنا جدلاً أو تعالى مفكر مش حتى بفترض جدلي الناس اللي طالع بتقول أصلاً مصر بتقفل المعابر وما بتوصلش المساعدات لفلسطين طب إزاي الشعب الفلسطيني عايش بقاله تقريباً 200 و 2 أو 200 و 3 يوم يعني طب عايشين إزاي؟ يعني المساعدات بتوصل إزاي؟ وعن طريق مين؟ طيب الواقع والأرقام المعترف بها دولياً المعترف بها دولياً إنه فوق 80% بما يصل تقريباً لـ 85% من المساعدات اللي بتوصل لأهالينا في غزة مساعدات مصرية محضة مش عن طريق مصر مصرية بتوصل عن طريق مصر في مساعدات بتيجي من دول أخرى بتوصل عن طريق مصر دي كلها على بعضها 15% يوم ما بتتمعظم قوي 20% فييجي هنا السؤال لما هو الأمر كذلك ومصر ما بتبعدش مساعدات ومصر قفل المعبر ومصر ما بتعملش حاجة أم المين اللي بيوصل للمساعدات الأهالينا في فلسطين؟ حد بس يقول يعني المنطق بيقول إيه بالعقل كده ناس بقالها 200 يوم تحت القصف والحصار بيوصل لها مساعدات إزاي عشان تعيش؟ تاكل، تشرب، تتعالج، تدور شوية مكان تدور بتاع ده مولدات طاقة إلى آخره يعني الغاز اللي واصل، أسف، السولار اللي واصل، البنزين اللي واصل، الغاز المسال اللي واصل، مواد تموينية، أكل، شرب، مساعدات طبية إلخ، 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 كل يعني آلاف الشاحنات اللي دخلت غزة دخلت إزاي؟ كانت في عيون شاحنات بتتفجر على أراضي غزة مثلا؟ لأ، كانت بتوصل، حلو، عن طريق مين بقى؟ مهم ما فيش حد هيرف يوصل غير عن طريقه يعني أنا المعبر اللي بيوصل، بس، وأنا الطيرات اللي بتعمل الإسقاط الجوي إذن، مين اللي بيساعد أهلين دول لأجل أن يستمروا في نضالهم تجاه الاحتلال؟ المنطق، المنطق، ليس إلا المنطق، بيقول إيه؟ يعني أنا بيستغرب جدا لما حد يقولك، ومصر أفل المعبر، أفل إزاي؟ يا حبيبي، مين اللي بيوصل الحاجة؟ أصل مصرته شاء، أي يعني مين اللي بيوصل الحاجة برضو؟ اتنين، وهو الدولة اللي هي أصلا عمل طرحة هي اللي حطت طرحة الرئيسي للحل سواء إذا كان هدنة، صفقات تبادل، حل الدولتين مصر طيب، مصر بتقدم هذه الحلول السياسية، وشريك أساسي، رئيسي، بل هي الشريك المركزي في وضع هذه الحلول، بس في نفس الوقت مشكلة اللي بتوصل المساعدات؟ يعني الكلام لازم يكون في منطق، سواء إذا كان في الداخل ولا في الخارج؟ طيب، الناس اللي في الخارج، هقول فيهم ما لم يقوله ملك في الخمر طيب الناس اللي جوه، اللي شايفه، يعني بالتأكيد أنت مطلع على كل الشاشات وأكيد أنت مطلع على كل المواقع، وأنت رجل بقى مثقف وشائي وكده ومطلع على كل الفيديوهات، وبتشوف السوشيال ميديا، وشايف الحاجات ده، طب الحاجات اللي رايحة دي بتروح فين؟ بتختفي مثلا في بوابة دودية إلى بعد آخر؟ يعني بندخلها من عند المعبر وبعدين بتطير؟ بتروح للكون الموازي؟ ما هي لازم بتروح في حتة؟ يعني أنت قادر أنك أنت تعلي صوتك وتقول لي أصل الحاجة ما بتوصلش لأن مصر قفل المعبر، لكن مش قادر تقول أن الصهين هم اللي بيقفلوا من ناحيتهم، أو بيتعنتوا بشأن وصول المساعدات؟ أنت غريب أواخي، لا يوجد أي منطق في هذا الإدعاء الكاذب، مصر بالبلد كده طالع عينيها، علشان مساعدة توصل، علشان أعمل هدنة، علشان أوصل لحل لحل الدولتين، حل نهائي، وعادل، ومنطقي، وقانوني، عشان نقدر ردي الفلسطينيين كل حقوقهم، ده من الآخر، طيب هاتلي دولة تانية بزلت نفس الجهد، وبنفس دات الحجم، ولها كل هذا التأثير، إن لقيت بلغني بعض الفصل